صادمة جداً تصريحات صادمة لعماد الحمامي القيادة السابق في حركة النهضة الوزير الأسبق زاداء القيادة البارس في حركة النهضة مقرب الرجل الغنوشي ولكن بعد ما صارت خلافات بناتهم حتى من قبل 25 جوليا الخلافات هذه زادت كثرة بعد 25 جوليا وقت اللي كان عماد الحمامي هو في الشقة الآخر اللي طالب بخروج رجل الغنوشي من حركة النهضة والتخلي على رئيسة الحركة كحل وحيد واقتشفوه جزء من القيادات أنه تريذ البليت وأنه زاد حركة النهضة ما تدفعش ثمن بها هذا وقت جراء العشر أسنين اللي فيته جراء قرارات 25 جوليا ولكن تعنت رجل الغنوشي بطبيعة الحال وقام بتجميد عماد الحمامي من حركة النهضة بتجميد عضويته في حركة النهضة ومن وقتها انهيل عماد الحمامي بالتصريحات في وسائل الأعلام آخر مصادر هو أنه كشف برشا معطيات عماد الحمامي في حوار صحفي على قضية منح الجنسيات على جراء مراجد الغنوشي علق على قضية نوردي البحيري على قيس سعيد خليني نبدأ لكم بشوية بشوية الحقيقة اليوم حابتنا أحفلكم في ختم النهار هذه على الحوار هذه اللي اصدر في جريدة الشرق في عددها صادر اليوم وما حابت نفوته حابت نعلق عليه حابت نشوف رأيكم في كلم عماد الحمامي حابت نشوف تعليقاتكم في الكلم اللي باش نقوله على عماد الحمامي واللي قالوا فيها الحوار الصحفي هذا خليني نبدأ سياب قيس سعيد قال اللي هو يدعم قيس سعيد يحط نفسه على ذمة قيس سعيد من غير شروط ومن غير مقابل وما هو طالب حد شيء وما هو يعني بش يشرت حتى شيء هو على ذمة قيس سعيد حاسب تعبيره ديما لكلم بشقوله هو قالوا عماد الحمامي حاجة أخرى يقول أنه هو بالنسبة لاستشارة الإلكترونية طولي شيء نوفيها برشا قيادات من النهضة والخصوم السياسين بصفة عامة وحتى بعض النقاد اللي تتبعوا معناه في شأن السياسي نلقاه وأنه قال اللي هو شخصيا يتبنى الاستشارة الإلكترونية وباش يشارك فيها خلينا ندخل في الصحيح توا نحكيه على يعني راشد الغنوشي واللي صاير الكل في حركة النهضة طبعا عماد الحمامي يقول أنه مثلا راشد الغنوشي هو سبب المشاكل الكل داخل حركة النهضة يقول زيدا أنه حركة النهضة انتهت والإسلام السياسي انتهت تماما في تونس ويقول أنه المعارضة الحالية ضعيفة وقيس سعيد انتصر عليها في مسائل قيمية عديدة طبعا نتحدث على برشا تفاصيل تهم الدولة والسلطة والمعارضة وقال أنه اللي يتحمل مسؤولية التحركات الاحتجاجية والتعاطي الأمني عليها عادة هو الطرف والجهة اللي قامت بالاستفزيس والخطأ وهوني يحمل المسؤولية للناس اللي خرجت باعتبار وأنه فما قرار بمنع التجمعات وقرار الدولة وبتابعة الحال يقول أنه يعني هالناس اللي دعات للتجمع رغم الإجراءات الصحية واللي أعلنت عليها الحكومة هو قرار خاطئ وقرارات الدولة اللي يقول اللي هي سياسية واللي هي مجحفة وطلع عشنوة هذا الكل يعني مجرد يعني تعاليت ويقول يحركهم الناس دوم منطلق سياسي مرتكزوا حسابات سياسية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا يقول لو كان جاء المنطق متاحهم مبدئي بش يخرجوا رامة حركوا بالتوازي مع التجمهر في شراء الحبيب بورقيبة في اتجاه بيوت العبادة بطبيعة الحال يقول يعني عميد الحمامي أنه فما برشا حسابات سياسية قادة سيطرة على خصوم رئيس الجمهورية يقول أنه التحدي السلطة قرار غير مسؤول سلوك غير ديمقراطي صورة المحتجين والمحتفلين لا تليق بالثورة اليوم يخرجوا في عيد الثورة بيش يحتفلوا يعصيوا قرارات الدولة ويعني يتعديوا على هيبة الدولة يقول أنه زيدا اللي يحتفلوا نهار الجمعة يعني كل واحد منهم يرفض الآخر حركة النهضة ترفض التيار التيار يرفض حركة النهضة العمال يرفض النهضة العمال ينسى حب من عرش ما حبش يشارك مع بقية الأطراف الجمهوري والتكتل إلى غير ذلك دونك هما بيدهم ما همش يعني متفهمين في بعضهم بالنسبة للاعتقالات والإقامة الجبرية لنوردين البحيري خاصة يقول أنه توأحنا قاعدين نعيش في سيق المحاسبة اللي يطالب بها توينسا الكل والمحاسبة لازم تكون لكل من أخطأ في حق تونس والتوينسا وكل من خالف القانون والعقوبات لازم تكون بشكل فردي لا بشكل جماعي المطلوب هو احترام القانون والحقوق والحريات واحترام الإجراءات ويقول من صلاحية وزيرة الداخلية أنه يحط أي شخص في الإقامة الجبرية ولكن فيما إجراءات لازم تطبيقها طبعا في سؤال على نوردين البحيري بالتحديد يقول بالنسبة نوردين البحيري كان يمكن أنه التمع العملية بطريقة أفضل فيها مراعاة للحقوق والحريات والابتعاد على كل شبهة نجم تخلي أي طرف يتهم الحرب على الفساد بأنها تصفية لخصومات سياسية يقول كان ينجم يكون الآدئ متع داخلية أفضل والتنسيق أكبر خاصة بين الداخلية والنيابة العمومية ويقول هذا دور رئيسة الحكومة ويقول احترموا الحقوق والحرية والكرامة البشرية وليكن لازم تكون فما محاكمة عادلة ولا أحد فوق القانون طبعا يعني تعليقه زادة على التأويلات الإصائرة الكل على اعتقال نوردين البحيري وضعه في الإقامة الجبرية إسكوتني ينجم يكون هذا مسار لمحاسبة حركة النهضة ولا ليه يقول نوردين البحيري وفتح البلد وقفوه كانت نجمة تكون العملية أفضل يقول ما نحبش ندخل في النوية وفما برشة تهم يتم النظر فيها وكل من أخطأ ستتم محاسبة برشة قيادات في حركة النهضة إسكوت يشتوق نفس المصير ولا لا يقول عميد الحميمي في الحقيقة ما عندوش تقدير في الموضوع ولكن يقول الملف اللي يتحدث عليه وزير الداخلية ما سمعتش بها بالكل وقت اللي كان في حركة النهضة يقول ما نحبش نحكي على رجد الغنوشي لكن للأسف نرجع له كل مرة وهذه المرة رجعنا له في ملف الجنسية وجواز السفر المتعلق بصهر ابنه يقول النهضة اللي نشط فيها حسب قيم معينة رئيسها بمجرد أنه ربح الانتخابات في 2011 حط صهر وزير يعني رفيق عبد السلام وزير الخارجية وتوا نسمعه بصهر ابنه نسيب ولده اللي تحصل على الجنسية التونسية وجواز السفر التونسي وهناك من يحاسب على هذا ويقول أنه ما يحبش يحكي برشا على رجد الغنوشي ولكن الأمر يفرض نفسه يقول بالنسبة لي أنه وقف على الموضوع الذي أنه رجد الغنوشي سبب البلية نقف على هذا في فيفري 2020 قال قررت أني نبعد نهائيا على حركة النهضة خرجت من مكتب التنفيذي ما أعلنتش ذلك إلا في ديسامبر 2020 عفوا ويقول الأيام أثبتت أنه بالنسبة لنا كان فما رئيس لحركة النهضة نتعامله معاه ولكن كانت فما برشا حاجات خافية بعيدة على الأسباب اللي نظلنا من أجلها باش نكونوا في النهضة ونخدموا بلادنا والمواطنين بالنسبة لبقية المواضيع عميد الحميم يقول أنه شخصيا يدعم أو يرى من الضروري يدعم قيس سعيد في الإصلاحات يقول مش كنتي ما هيش مع المعارضة ولكن التحليل الصحيح حركة النهضة ما فقدش على روحها بعد 25 جويل كانت نجم جي لحظة الوعي بعد 25 جويل يقول حاولت بعض القيادات قراءة رسالة 25 جويل وكل غضب متاع الشارع والكل ولكن يقول رئيس الحركة راشد الغنوشي منع ذلك وهذا ما دفعهم للاستقالة يقول خط السير في النهضة ليس الدفاع عن تونس والدفاع عن الديمقراطية ولكن الدفاع عن راشد الغنوشي ومحيطه ويقول هوني نحب نقول أنه بن علي ربي يرحمه اللي خرج من تونس وفر ليجنب تونس حمام ما دم هو خير وأفضل من راشد الغنوشي يقول بن علي اللي رفعه في وجه شعار دقاج أخرج ولكن الغنوشي رفعه في وجه شعار دقاج نهار 25 جويل ولكن رفض الانسحاب من رئيسة الحركة ومن رئيسة البرلمان ومن المشهد السياسي وإلى حد الآن شوفوا في راشد الغنوشي يصدر في بيانات وإلى غير ذلك باسم رئيسة المجلس يقول هذا يكون غضي التهديد بحصول حمام دم في تونس يمنع النهضة من أنه يكون عندها ارتباط سياسي مع أي حزب أو منظمة أخرى النهضة يقول أصبحت مرفوضة ومنبوذة بسبب الغنوشي وأنكاره للحظة 25 جويل وإسراره على أنه يواصل في رهن حركة النهضة ورهن تونس لأجندة متاعه الشخصية ويقول هوني أنه بن علي كان أفضل من الغنوشي يقول أنه حركة النهضة انتهت والإسلام السيسي انتهى في تونس ونهضة لازم تقوم بمراجعات وتقطع مع الإسلام السيسي وتغير الواجهة متاحة انتريقا من تغيير راشد الغنوشي إذا حبت تلقى بلاصة وموقع في المشهد السيسي يقول الخطوة لولة هي تغيير الغنوشي وبعد يقوم بمراجعات وإسلحة عميقة جيل كامل لازم يغادر ولازم تغيير منهجية العمل والسياسات طبعا يعني يقول فما مسألة قيمية خالت قيس سعيد ينتصر على الجميع هي الصدق والإخلاص وحب تونس والابتعاد عن الحسابة الضيقة والبحث عن الحلول يقول المشترك في الطبقة السياسية هو نقص المهارة والقدرة على الفعل السياسي أغلبهم لا يدرك ثقافة الدولة وتسيرها وإجاد حلول يعتبر أنه أربعة الجام في كشف عن نهاية النخبة السياسية لما قبل 25 جوليا يقول المعارضة اليوم تتكون من النهضة اللي ما تعرفش اللحظة السياسية وقامت بتأسيس حزام اسمه مواطنون ضد الانقلاب أحزاب أخرى تشمع أربعة منها تكتل التيار وأفاق وانسحب منها أفاق تونس يقول الدستوري الحر اللي ما يعترفش بأربعة جام فيه وطبعا يعلق على برشة مواضيع أخرى اللي تهم القضاء وغيرها ولكن اخترت أني نحكيكم خاصة على رجل الغنوشي والجرائم اللي يتهم بها عميد الحميم اللي هو قيدي بارز وقريب جدا كان قبل من حركة النهضة يقول أنه عليقته بالنهضة انتهت تماما قال أحزاب والشخصيات الوطنية إس كنتواصل مع محيط الرئيس قيس سعيد وقال الله يقول ما عندي حتى تواصل مع الرئيس نحب نساعد قيس سعيد ولكن نحط كل ما بيوسعي باش نعاون قيس سعيد وما نشرت حتى شي وما نطلب حتى شي هذك عليش ما نستنى حتى شي من حتى طرف